ولدينا هنا اول تعليق من زكريا الراس بيقول انا قرأت القرار الصبح خطوة مهمة التطعيم الخاص بكورونا من الخطأ ان يكون الزامي مالك يستوفي كافة الدراسات العلمية طبعا هذا تعليق على الخبر بتاع تعليق قانون اللقاح الالزامي وبيقول طبعا ان هو خطوة مهمة بالنسبة للاشخاص اللي هي مترددة في ان هي تاخد اللقاح وبيترى ان هو انتهاك للحقوق الانسانية تعليق اخر من فيليكس ارو بيقول ممتاز خليهم ركبين رأسهم لحد منشوف ريدبول سكرت ان شاء الله طيب هو كمان طب هو في شركات لسيارات ان هي بتخسر بسبب نقص المواد الخام من اوكرانيا طب ليه عاوز ريدبول كمان تقفل يعني زعلك في ايه ريدبول تعليق اخر من تعليق اخر من بينجو بيقول لا يكون الشباب عم يستفزوا بوتن اه طبعا هذا تعليق على انه آآ تعليق على الخبر بتاع انه آآ او انه بعض ؟ او الخبر بتاع الوزيرة وزيرة الخارجية السابقة اللي تم آآ ادرجها في عام القائم السوداء بسبب العلاقات مع بوتن. تعليق ايضا من مارا مارا بتقول اه الحل يصلحه روسيا ويلا كبرها الراس. ولا كبرها الراس. ده طبعا تعليق على الخبر بتاع اه ازدياد اسعار الكهرباء والديزل بسبب طبعا الحرب في اوكرانيا. تعليق من امي احمد بتقول يصلحه روسيا عشان المصلحة طبعا اه ما كله هيجي فوق دماغنا احنا. هذا ايضا تعليق على نفس الخبر. سيمون بيقول والسياسة رقدين ومهتمين بالعقوبات. هذا يقصد طبعا النمسة بشأن تشجحها للعقوبات ضد روسيا بسبب حربها على اوكرانيا. تعليق من عدنان عمر بيقول الخير لقدام والقادم اعظم اكبر. ان شاء الله يعدنان كله خير بازن الله. تعليق اخر من يونس يونس بيقول اه غلط اللي هسع يشتري الذهب راح يخسر كتير. اه ده طبعا تعليقا على الخبر بتاع انه كثير من الاشخاص بيتجهون حاليا لشراء الذهب اه خوفا من ارتفاع طبعا التضخم. وطبعا انه اه تم التحذير في الخبر بانه اسعار الذهب اه كمان اه زادت بشكل كبير. تعليق اخر من فايز نصر الله بيقول ولسه النمسة بتهدد روسيا يا زلمة. تعليق من عبدو برهان بيقول اه اربع مرات لا كتير هيك بدنا نعيش على الشموع روحوا عيدوا حساباتكم واعتزروا من بوتن. اه ده طبعا بسبب اه ارتفاع اسعار اه القهرباء والديزل اربع مرات وبيقول انه روحوا اعتزروا لبوتن يمكن ترجع الامور زي ما كانت. خلينا نشوف الايام خبية ايه? وتعليق اخر من وفيقة مع طوق بتقول طبيعي لان الحلول اه في اوروبا لا تأتي على مصلحة المبادئ. خلاص التزموا بمبدأ محاصرة بوتن قبل ان يتطور لمراحل اكبر ولن آآ يتجهوا نحو حلول تناقض مبدأ الالتزام. بدنا ان احنا نتاقلم ونوفر وندعم الالتزام لان بحياة كل واحد فينا في كمان ديكتاتور صغير. هذه فرصة نتعلم نحط له حدود. هي طبعا بيتعلق بشأن آآ طبعا اتداعيات التي حدثت آآ من قبل روسيا بسبب حربها على اوكرانيا وبشأن العقوبات التي شنتها النمسا وبتقول كمان ان كل واحد فينا في في حياته ديكتاتور صغير. تعليق من نرجس زيدان بتقول والله ملينا صلحوه صلحوهن وخلصونا. والله يا نرجس خلينا نشوف الايام خبية ايه برضو. آآ نهال بتقول بلشنا بقطع الكهربا وغلى الاسعار الله يسطر من الضربة الاقوى. آآ طبعا يا نهال ربنا يسطر ان شاء الله وما فيش حاجة هتحصل وحشا. آآ فيه تعليق ايضا من كريم آآ بيقول لا اعرف مدى مدارقة العقلية ان كنت لا تحب الحرب لماذا تعد العدة لها? هذا السيد مؤهلاته لا تخول له قيادة دولة. آآ ان تمكن من قيادة نفسه خارج عالم الاحلام الذي يعيش فيه. فهذا انجاز عظيم على كل حال. وزير الخارجية هو من ينظر لسياسة النمسا الخارجية الكارثية. وهو من يدعم سياسة التقارب مع اسرائيل واتباع السياسة الامريكية والتشكيك في حياد النمسا. المنظمة عسكريا الوحيدة والتي قامت بضرب وغز بلدان دون موافقة الامر المتحدة. هو منظمة هو منظمة الناتو. آآ طبعا يا كريم هو تعليق يعني في وجهة نظر معينة. كل واحد طبعا حر آآ في وجهة النظر واتجاه الامور بيشوفها منين. وطبعا وجهة نظر آآ باي حال من الاحوال تحترم. تعليق من سلمة دايما بتكتب لنا كومنتات وتعليقات. شكرا لك يا سلمة. بتقول آآ شكرا مجهودك العظيم دكتورة بوسينة. وشكر خاص من كارلا الغنيمي. وبتقول كمان آآ شكر آآ شكر خاص من كارلا الغنيمي. آآ شكرا لك يا سلمة وسلام لك كمان. وتعليق آخر من عبد الكريم الحميدي بيقول آآ الله يوفقكم ووفق الكادر العامل على هذا الاعلام. آآ شكرا لك آآ استاذ عبد الكريم على تعليقك هذا. تعليق من محمد آآ قادو بيقول آآ الله اكبر على كل ظالم. مثل الدب آآ الداشر الروسي آآ اللي دمر سوريا بامر ابن تيس السوري المقبور. وفقكم الله وسدد خطاكم نحو الافضل ونشكر جهدكم الجبارة. آآ اولا آآ شكرا لك آآ محمد على تعليقك. وطبعا على وجهة نظرك. وطبعا احنا بنتمنى انه آآ كل البلاد اللي فيها حروب انه ترجع الامور تاني زي ما كانت. آآ ولكن آآ طبعا احنا ما فيش اي حاجة في ايدينا ان احنا بنتفرج من بعيد. ويعوم السلام طبعا على كل آآ البلاد. آآ تعليق ايضا من آآ بتقول آآ فصول المدارس فيها حالات كورونا كتير لغاية آآ كام آآ حالة آآ يغلق الفصل ويكون التدريس عن بعد. آآ طبعا يا آآ طبعا احنا آآ كنا آآ كتبنا خبر بشأن هذا آآ الامر في تقريبا منذ اسبوع. انه دلوقتي آآ لو كان هو بصراحة انا مش فكرة تفاصيل لانه كل يوم بيطلعوا بتطورات جديدة. ممكن ترجع شوية كده عند آآ اسبوع فات. وترجع الاخبار تاني. وان شاء الله هتلاقي المعلومة اللي انتي بتدور عليها وخاصة ان انا كمان ما عنديش حد بيروح مدارس فالاخبار دي يعني بقولها وممكن تتنسي يعني بآ انه في كل يوم في اخبار جديدة بتطوع. وكان هو ده اخر تعليق معنا آآ شكرا لكم على هذه التعليقات وشكرا لكم على متابعتنا آآ نلقاكم مرة اخرى مع زميل اخر بقراءة اخبارية جديدة. كنت معكم انا ابو ثاني السلام. والى الرقاة.